السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أكيد اللي مهتمين بالحركة الفنية لاحظتوا اللقاء الكارتوني المؤسف اللي يتكرر للفنانين الرواد الفنانين السابقين اللي اللي تعدوا عمر السبعين بعضهم حتى بسنة بس بالذات اللي وصلوا عمر السبعين بصراحة يعني هذا الاعمار ونتيجة الشخصية العراقية اللي مرت حروب وشارلات حتى لو كان فنان البعض قد تكونوا حالة المادية زينة كانت أو كذا بس يتعب نفسي تتعب من يشوف الشهرة تروع عنه وبعضهم ما قدر يحصل الشهرة فبصراحة بعضهم عنده نوع من الزهايمر وكثير حالات وخرف لكن ذوله يا أما يكون عايشين مستقلين يعني ما عايشين مع أهلهم يعني أبناء أو كذا يا أما أنه يعني هي العائلة يعني أو الإسرة البعيدة ما مهتم بيهم ولا يعني ممكن أنه تطلب من جهات معينة عدم استضافتهم بالقنوات فهذه النتيجة طبعا كثير فنانين طلحت ممثلين مطربين ترى على فكرة مو بس بالعراق حتى بالدول العربي يعني الفنان السعودي اللي حاليا شافه في الخارج محمد عبدو مبتعد من فترة شفته شو شلون عنده هو نوع من هاي الجلطة جلطة العابرة جلطات العابرة والخرف والزهايمر هي يسويتش باللسان حتى شوف عندهم ثقل باللسان وتحس بي كان ثقيل حاليا خفيف شوف حتى محمد الشامي المطرب مالي يفربية شوفه حاليا شلون بالملاهة الليلية هو يفرب بغنيته صار يفربية هو مغنيته الوحيدة يعني أنا ما سامع لغير يفربية وابتعد وقاله وتأب ما دري واشصار به ورجع وراء السقوط وما عندي يفربية يجيبها منه مرة يحطوها مطربة كاولية تغنو مرة مرة يقرع علي حسين مرة ما دري شنو حس طلع عنا مطرب وطبعا للأسف هاي القنوات التافحة بعضها هي عبارة عن يعني حتى قنوات اليوتيوب أفضل منها وبعضها البودكاست وما دري شنو المهم فأكد بهم حتى صغار بالعمر بس يريد يجيب لفنان يعني تشاني لأسم على مود ياخذ مشاهدات ويمكن يعرفون بهم عندهم هاي حالة الخرفة وزائرة بس كيفون على هاي مثل هذا المقدم اللي أعتقد بسامرة هو أو بالفلوجة بسامرة يمكن هي قناتي هاي سامرة والفلوجة يجبون مقدمين برامج هم عبارة عن يعني يوتيوبرية حتى ما عندهم معلومات ويحاولون ضدون فجاب هذا ساري حسام ولد على هاي سامرة جاب الفنان الشعبي القديم القدير حسين البصري حسين البصري طبعا الأسمراني مطرب أغاني شعبية اشتهر في ثمانينات والتسعينات أكثر شي وعاش فترة في الأردن ويغني على العود معروف يعني لكن لما استضاف طلع الرجل عنده خرف كلمات يعني غريبة عجيبة قصص الأغاني اختلقها يعني مضحكة وبعضها مقززة خاصة ما الشهيد اللي غنع لي حور لغنية قديمة و كلام على كاظم السهر يعني شي عجيب أنت وين أنت مو لونك يعني مو بالعكس عسين البصري الأغاني حلوة و مو يعني صح كاظم السهر حاليا مضرب يعني عالمي مو بس عربي حتى بس مع ذلك هم كل معراقيين وكل واحد محبين وكل واحد لوجهة نظر بس يعني ما ما جايبة كل الفنان كاظم السهر الطاري و يسوال فعن كاظم السهر يعني غريبة يعني ما لك علاقة مستاذفة الزلمة يعني تريد ترفع نفسك بهجي ما لها داعي يعني فهو شغلات غلط هو مو لونة على فكرة يعني محمود أنور ممكن مهند محسين دولة ممكن يعني يجيبون كاظم حسين بصري مو لونة يعني رجال فن شعبي مثل صباح الخياط وكذا شوف صباح الخياط مو يعني مقارنة بس ولا شوف صباح الخياط لا يجيب طاري كاظم السهر لا هاي الرجال رغم صباح أيضا مثل حسين حسين البصري يعني فنان شعبي أخذو كثير مطربين أخذها وغانية طبعا حسين البصري غانية كثير غنوه مطربين غيرها يعني عنده غان حلوة حتى منغنى الزلم على العود يعني جاي بالعود أنا بسبب شغلة حقوق مع حقوق وأنا بصراحة بس شوفوها بالروابط موجودة كتبو حسين البصري مشهورة يعني بكل المواقع النشوت حتى لما غنى دندل بس غنيان شوفت بصراحة أنا استعيد من نفسي على تاريخ الرجال فلهذا أنا أدعو عائلتي قرباء شي زملاء الفلانين أي شخص مقرب عليه ويأثر عليه أنه يحث أنه ما يطلح لقاءات يعني لما غنى نايم المدلول فأقول حتى لما غنى غنية نايم البندلول أول لداء مضحك ولا هو صوت حسين البصري ولا ولا قدر حتى يجيب لحن الغنية كذلك العود يعني حسين البصري ترى عازف جيد للعود ولون خليجي يعني ويغني عراق بس يعني حتى يقع الخليج يجيب بالعود يعني نفس النقمان العود يبين عليه تركي أعتقد هو العود تركي لا العود لام دوزل يمكنني لو ترى التعبانة لا العود عزف زين لا موالم للاغنية شيء غريب والنوب هذا من خلص الطفل سار حسان يقول الله الله مو عود الجاملة مفروض بيك أصلا بس هو بعد يقول لك أنا اجيب مشاهدات بالفعل يعني هاي اللقطة جابت لأ آلاف المشاهدات هم ذول مرتزقة موعلامي مجرد يوتيوبرية حتى يفوزون فبصراحة شفقت على الفنان حسين البصري لقاء فاشل مية بالمية فيما عدل مادرش قد مطي سارح حسان سارح سارح مواذي يطفلوس الولد دعمين تجاروي الطفلوس للي يلتقي بيهم يعني هم علنا فشفقت على الفنان حسين البصري ضيع تاريخه في هذا اللقاء على الفنان اللي بخريفة العمر يطلعون بيش لقاء يعني حسين نعمة خربط حسين البصري هس أديب حتى سعدون جابر صير يخربط بيك كثير مور فأتمنى أوائل بلد المحيطين بيهم اللي مؤثرين بيهم أن يمنعونهم عنه لقاء تحيات لكم